صباح الخير صباح الفن صباح القشرة صباح البلد بصبح لحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناة صدى البلد معاكم من تمانية العشرة ان شاء الله بموضوعات مختلفة ومتنوعة في البداية صباح اللاجهة صباح اللاجهة يعني يا رب كده دايما ايامنا واخبارنا كلها حلوة ومفيدة ويا رب يومنا بامليان بالخير والسعادة والبركة والامل علينا وعلى كل المشاهدينا وزي ما راشا قالت موضوعاتنا كتيرة ومهمة وعايز اقول لكم غاية في الاهمية كمان النهاردة اللي جانب الفقرات والموضوعات الاساسية اللي بدايما بنحاول نحن نقاشها ونغطيها خلال حلقتنا على مدار الساعتين راشا نتكلم في النهاردة بص هو مبارح يعني يمكن على شاشة صدى البلد من الساعة 11 الصبح لغاية بالليل وإحنا بنتابع يوم من أهم الأيام في حياة مصر المعاصرة لما بتبني توبة في البلد لما بتحط لبنة جديدة لما بتعمل حاجة جديدة ده خير ده بشرة أمل لكل الأجيال القادمة والأجيال الحالية قد مبارح الرئيس كان فيه عدد من الافتتاحات المهمة لكن أنا مش هقف عند الافتتاحات لإنه إحنا غطناهم بارح بشكل جدير لكن سيادة الرئيس مبارح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه عدد من الرسائل المهمة جدا سواء بقى للمواطنين أو المسؤولين وده طبعا كان من خلال افتتاحه المجموعة من المشروعات القومية في شرق بورسعيد وكلنا تابعناها وأيضا غير شرق بورسعيد كان فيه عدد من الافتتاحات الكبيرة الرئيس أنا عايزة أقف عنده أكتر من رسالة في البداية الرئيس أكد على أن الدولة بتتعامل بشفافية في مختلف القضايا وقال لا نبيع الوهم للعالم ولا نبيع الوهم لأي أحد لأن العالم بينظل لنا في تعاملنا مع إيه؟ مع أزمة كورونا باندهاش العالم كله مندهش مع مصر ليه؟ لأن الرئيس قال أن نحن نعمل بتوازن في جميع القطاعات والتعليم بيحظى بهدمام كبير أيضا فيه رسالة مهمة جدا قالها سيادة الرئيس بالأمس أنه مع نهاية عام 2020 2021 بقى لن نجد عربة قديمة في السكة الحديد كاملا وأن الريف المصري حيبقى حاجة تانية بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين الريف ده حيرجع لرونقه تاني وأكد سيادة الرئيس على أن الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية قضية كبيرة بتحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة وقال دي قضية كبيرة بتحتاج لتكاتف جميع الجهاد سواء داخل الدولة من أجهزة الحكومة أيضا إحنا علينا دور وعلى فكرة سيادة الرئيس بهضوع الزيادة السكانية ما قالهاش مرة واحدة قالها مرة واثنين وثلاثة واربعة ودايما بيأكد عليها لأن الزيادة السكانية اللي هي بتبقى غير مدروسة أو غير منظمة دي بتحد من التنمية وإحنا دلوقتي مصر بتنطلق بتنطلق نحو التنمية تعالوا انتبع تصرح السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق التفريع بمحافظة بورسعيد السلام عليكم كل سلامتو طيبين وسعيد ان انا ألتق ليكم لكن خلينا اقول النهاردة بتوجدكم معنا النهاردة انتم شفتم احنا بنتصدل كل لكل شيء ده أمر محتاج الناس يوصل لها كل الناس الناس البصفة جدا والناس اللي هي يعني قطاعات الشعب المختلفة فئاته المختلفة يعرفوا ان احنا مستعبين موضوع بنركز في حتة وستعبين لا لا احنا شغالين في كل قطاع بأعلى معدلات ممكن نعملها يعني ده أقصى طاقة ممكن الدولة المصرية تنفذها بيها في كل شيء انا المهم اللي انا عايز اقوله في المشروع بتاع القرى المصرية وانا يعني من خلالكم قدمنا للناس ببساطة اللي هيتعمل لكن اللي احنا بننشده ان احنا نغير وجه الريف المصري بشكل متكامل يعني ما نقولش ايه طب هنشوفوا القرى الاكثر احتياجا ونشتغل فيها او نشوف القرى الصرف الصحي بتاعها هتبقى للخطة لا 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 احنا داخلين نقول الخمسين مركز دول الاتنين وعشرين محافظة دول بالالف وربعونة قرية تقريبا لا احنا هنخش فيه ونخرج هم مش محتاجين حاجة تاني هم وايه والتوابع بتاعتهم انما القضية المهمة ايه يمكن كتير منها يقولني طب يعني ازاي التكلفة المالية بتاعت الكلام ده انتم هتلتبوها ازاي التكلفة المالية مخططة ومدبرة كالآتي بمنتهى البساطة يعني احنا بنقول ايه انت قطاع القهرابة كان حطت ارقام لصالح القهرابة الريف وزيه زي الري زي الصرف الصحي وزارة الاسكان يعني نحشده ونخلص به من حاجة واحدة مواسير صرف كابلات كهرباء محطات معالجة بترمباتها اي حاجة ممكن تستخدم في صالح هذه الاشغال تبقى تنتج فيه في مصر هنا بقاش في ضغط على الدولار وفرصة للصناعة ديت ان هي تاخد قوة دفع ضخمة وخد اشتغل ونبتدي نعمل ونحرك الاقتصاد اي حاجة داخل ال 1500 قرية دول مخططين ان احنا ندخل ونخرج منها بيبتوب تالي خالص طب اهلنا في ريفي ساعدونا في ايه حيتعمل اعمال حفر عشان تمد مواسير للصرف الصحي استحملوا بقى الليه يعني استحملوا شوية اللي احنا حنعملوا عشان نخلص في اسرع وقت ممكن عشان ندخل على المرحلة التانية انا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى لكن عايز اقولكم ان احنا حنبدأ من بكرا ان شاء الله برضو حملة التطعيم على باللقاحات بكرا حنبدأ بالقطهم الطبية ان شاء الله ثم يعني الناس اللي هي عندها امراض مزمنة ثم كبار السن وهم مجارك تحياتي لكم جميعا من خلالكم لمصر اللهم امين شكري انسان انتو طيبين شكري الجزيرة شكري شكري الوباء يعني ده اللي ممكن الواحد يقوله يعني ببساطة بصي بصي يا جات يمكن انا متابعة اليوم كله من اوله بكل تفاصيل ويعني اليوم كله كان فيه امل انت لما تشوف الجولة اللي عملها السيد الرئيس بال السمك والجمباري والانواع اللي موجودة بتكلموا على الالبان بتكلموا على مصانع الجرانيت بتكلموا على حاجات كتيرة مبارح كانت فيه طاقة امل كبيرة جدا يعني المصريين شايفين خير بلدهم قدامهم شايفين خير بلدهم وبجودة عالية وقدام العالم كله وعلى فكرة انا بقى يمكن على بالليل كنت بتابع بعض القنوات اللي هي معادية خاليني اقول كمية الغل والحقد من الخير اللي موجود في مصر من الامل اللي بتدي الرايس للناس من الحياة اللي جاية الجميلة انت متخيل قرى مصر كلها لما تضغي الريف المصري في خلال تلات سنين حيبقى بشكل تاني ده معناق ده معناق حياة اخرى في نقطة جملة قالها الرايس مبارح الجملة دي لما بتكلم على اللي بيحصل في سينة والمصانع فبيقول ايه بس تساعدونا والروح نعيش هناك ساعدونا وتبقوا معنا هناك ما نبقاش دايما نزانقين نفسنا متكدسين في الشريط اللي احنا عايشين في ده بيشجع الناس انه هما يروحوا بنعمل مجتمعات جديدة بننمي مكان ده بيولد حقدة عند ناس تاني لانه طاقة امل وطاقة ايجابية وخير انت شايفه يعني يا ربي دمع على مصر هي الحمد لله رسائل مطمئنة ورسائل بتؤكد ان الحمد لله انه مصر بتسعى فيه كافة الاتجاهات بفضل الله هو كمان سيادة الرئيس كان نوح عن جزئية التطعيمات وهو ده خبرنا التاني النهاردة بنتكلم عن خبر مهم بيخص كل مصر انه وزارة الصحة والسكان اعلنت امس توريد اللقاح الصيني لفيروس كورونا بعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية والبداية من النهاردة انه التطعيم هيتم اعطاؤه للشريحة الاولى الشريحة الاكثر احتياجا وهي القطقم الطبية وانه التطعيم باللقاح الصيني هيكون اختياري وليس اجبالي طيب ايه هي المعلومات المتوفرة لدى وزارة الصحة والسكان عن اللقاح الصيني لفيروس كورونا اولها انه انه التطعيمات امنة بفضل الله الحمد لله وانه نسبة فعالية اللقاح او التطعيم عالية جدا وده تبقى للدراسات اللي بتكر انه فعاليته وصلت لستة وتمانين في المية طيب المعلومة التانية هي انه نجاح التطعيم او اللقاح على توليد الاجسام المضادة وصلت لتسعة وتسعين في المية المعلومة التالتة هي بتخص انه اللقاح ده عنده قدرة انه هو يوقف او يعطل الاصابات المتوسطة او العنيفة وده وصلت لمية في المية طيب اي معلومات اخرى بتخص البيروس او بتخص اللقاح الصيني هنقدر ان احنا نعرفها من خلال الخط الساخن وهو خمستاشر تلاتة تلاتة خمسة بحيث انك تبقى مطمئن وباذن الله هو في الاول وفي الاخر هنبدأ بالاطقم الطبية وبعد كده هيبقى تدريجيا يعني نوسع رقعة التطعيمات على باقي الفئات الاكثر احتياجا الكبار السن الامراض المزمنة وبعد كده تعمم على يعني المواطنين باذن الله شوف برضو حرج اقول امبارح كان يوم يعني اذا كان رئيس الدولة رأس الدولة بيعلن انه هيبتدي من النهاردة الاطقم الطبية هتبتدي تاخد تلقيح اللقاح الصيني هناك تشكيك برضو كان بيقولك اه مهي مصر كل شوية تقولك كده يعني احنا بنمشي بخطوات عشان كده الرئيس قال الشفافية في التعامل احنا مش بنتحك على حد كان فيه اجتهادات وشعاد بتقول انه هو لسه في فبراير لسه في مارس هيتم توريد اللقاحات لأ هو احنا في يناير هو الحمد لله اشتغلنا على طول يعني انت ما وصلتش الاخر يناير حتى انت النهاردة كان 24 فانت ما وصلتش الاخر يناير وحتى تبتدي تدي ده غير الجرعة اللي 20 مليون اللي هتوصل لمصر علشان نبتدي فيعني ان شاء الله ان شاء الله يعني نعدي الأزمة بإذن الله طب تعالوا رح لفقراتنا النهاردة طبعا في البداية عندنا جولتنا حول العالم هنبتدي بلندن هنشوف في لندن مزاد للوحة الفنان ديفيد هاكني وبعد كده هنشوف استعادة الشرطة الايطالية لنسخة مسوقة من لوحة ديفينشي في نابولي عندنا ايه كمان كمان في جولتنا يا راشا هنشوف ماراثن للكلاب في جبال القلب الفرنسية وكمان هنشوف رجل صيني بيصنع أطراف صناعية من الحديد دي كده ملامح جولتنا حول العالم بعد الجولة العالمية هنروح لجولة ميدانية بنرصد فيها كل ما هو جديد من أخبار سياسية واقتصادية سواء اللي بيحصل جوا مصر أو خارجها وفي البداية الراشا هتستعرض مع حضراتكم أهم العناوين اللي هتبقى رؤوس الموضوعات خلال جولتها الإخبارية فضاليا راشا شكرا جاند طبعا النهاردة هنتابع في جولتنا الإخبارية عدد من الموضوعات المتنوعة هنستعرض معكم عنوينها وهي كالتالي الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السماكي اليوم النائب محمد أبو لانين وكيل مجلس النواب عيد الشرطة يوم بارز في تاريخ الشعب المصري الحكومة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة خارج الموازنة العامة الموازنة عفوا اليوم تسليم 1440 وحدة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة ده غير عدد من الموضوعات المختلفة أما بالنسبة لفقراتنا فعندنا النهاردة والله عندنا فقرة مهمة الدولة كلها بتدعم التحول الرقمي وإن إزاي عندنا التقنية والتكنولوجيا تبقى موجودة على مستوى الدولة وكمان تبقى معممة يعني في الكفاءات وفي قطعات مختلفة وإحنا علشان نفهم التحول الرقمي لأكتر وأهميته ووصلنا فيه لحد قدية هيكون موجود معنا النهاردة الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي علشان نفهم أبعاد التحول الرقمي ده اقتصاديا ونعرف تبعياته بإذن الله ومدى أهميته لمصر بإذن الله وأكيد معنا كمان فقرة أساسية نهاردة نهاردة الحد يبقى الرياضة معادك أنت مع الرياضة ومعادنا كمان يعني إن شاء الله هيكون عندنا موعد مع الفقرة الرياضية هنتابع في فقرتنا الرياضية أبرز الأحداث الرياضية سواء في مصر أو العالم والنهاردة فيه مطش مهم المصر مع سلوفينيا أنا بتكلم على كرة اليد إن شاء الله كل ده هنتكلم فيه مع الناقد الرياضي سعد صديق يا رب فقراتنا نتنال إعجابكم تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم وقول لفقرات امبارح وإحنا جايين الصبح الجو كان برج جدا يعني درجة الحرارة وأنا دخل مدينة الانتاج كانت ستة نهاردة وأنا جاية لقيتها أدفى درجتين كان باقت تمانية يعني عايز أقول لحضراتكم النهاردة وأنتو نازلين كده الجو أدفى سنة من امبارح لكن تعالوا نتأكد أكتر من دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز لاستشعار عن بعد بالهائة العامة للأرصاد الجوية دكتورة إيمان صباح الفل صباح الفل على حضرتك والتزارشة وصباح الفل على كل السادة المشاهدين صباح الخير دكتورة إيمان النهاردة أتفى شوية من امبارح آه يعني هو فعلا درجة الحرارة النهاردة هتكون أعلى من امبارح بحوالي درجة لدرجتين تقريبا متوقع توتل عزمة على القاهرة 20 درجة لكن الصغرة ما زالت طبعا بتتجل ما بين 9 و 10 درجات بالنسبة للقاهرة ده طبعا بيكون داخل القاهرة لكن طبعا المدن الجديدة والمدن اللي بتكون على طرق صحراوية بتكون درجة الحرارة أكثر انخفاضا ممكن تتصل إلى 6 أو 7 درجات فعلا زي ما حضرتك بتقولي لكن طبعا يعني تم متر اللي عند حضرتك هو غير يعني معتمد أو غير مطابق ده بتاع العربية والله يا دكتورة أنا فهمة طبعا هو 10 متر العربية فهو طبعا يعني مش هناخد دي قوي لكن هو تقريبا هي فعلا درجات الحرارة تعالى بتكون في الحدود دي من استفتل طبع درجات أثناء الصباح الباكر وخاصة في المدن اللي بتكون على طرق مفتوحة أو مناطق صحراوية أكتر أو طرق صحراوية لأن طبعا الأماكن الصحراوية بتنخفض فيها درجة الحرارة أكتر بكثير جدا من الأماكن الداخلية في البلاد أو الأماكن الزراعية ففعلا درجات الحرارة أثناء الليل منخفضة جدا بنشعر بأن الجو شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر لكن أثناء النهار مع سطوع أشعة الشمس الطقس بيكون معتدل وإلى حجم ما نقدر نستمتع به أثناء ساعات النهار طبعا الشبورة المائية في الصباح الباكر النهار ده شبورة خفيفة ما فيش منها أي علاقة أو مشاكل آه ده حقيقي فعلا فما فيش أي تأثير على الطرق أو على حركة المرور والسفر على نظم أنحاء الجمهورية على كافة الطرق طبعا الجو المستقر ده مستمر معنا إن شاء الله النهار ده الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم لكن بداية من يوم الأرضعاء هيبدأ يكون فيه تقلبات جوية مرة أخرى نبدأ نشهادها طبعا هيكون فيه منخفض جوي هيأثر علينا هيتمركز على البحر المتوسط هيأثر علينا برياح تنوبية غربية طبعا هيدي لنشاط رياح على بعض المناطق وخاصة المناطق الشمالية للبلاد والقاهرة والواجه البحري ونشاط الرياح طبعا هيزود إحباسنا ببرودة الطاق أيضا هيكون معي فرص أمطار على السواحل الشمالية للبلاد والتراف حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وطبعا إحنا مع حضرتكم أول بأول بنتابع طبعا حركة المنخفض وتطوره أو طبعا ضعفه لو في حالة إنه هو يتطور ممكن تزيد كميات الأمطار أو في حالة إنه هو يضعف طبعا تقل كميات الأمطار إلى حد ما طب يعني من يوم الأربع درجات الحرارة هتنخفض يعني إلى حد ما هيبدأ يكون فيه انخفض بحوالي درجة درجتين لكن الأكتر هيكون نشاط الرياح نشاط الرياح هيزود الإحساس بانخفض درجات الحرارة يعني انخفض درجات الحرارة ممكن ما يكونش كبير لكن المشاط الرياح بيزود دايما إحساسنا بالانخفض الحرارة وبيزود إحساسنا بالبرود دكتور إيمان طبعا بعد ما استقر يعني فصل الشتاء وابتدت تزيد البرودة شوية يعني ناس بتسأل سبب غياب الأمطار علميا إيه يعني إحنا عادة بيبقى فيه شوية أمطار إحنا تقريبا ما شاهدناش الأمطار اللي بنشوفها عادة كل شتاء ده حقيقي فعلا إحنا يمكن هذا العام هو أكتر دفئا من الأعوام الماضية وأقل حتى الآن في كميات الأمطار من الأعوام الماضية يمكن إحنا الأعوام الماضية شاهدنا كميات أمطار كانت كبيرة جدا وكانت أكتر من اللي إحنا معتدين عليه فصل الشتاء في مصر يعني يمكن حالات مارس 2020 و2019 شهر أكتوبر كانت من الحالات الشديدة في عدم الاستقرار وكانت كميات الأمطار شديدة جدا أما بالنسبة لهذا العام فطبعا تبقى للتنبوات الفصلية اللي بتصبرها الهيئة العامة للأعوام الجوية إن هذا الشتاء فعلا هو أكتر دفئا من الأعوام الماضية حتى الآن لم نشهد حالات قوية مستمع الاستقرار يمكن أكتر من مدن تعرضت لحالات عدم الاستقرار وأمطار كانت مدينة الأسكندرية هذا العام وأيضا مطروح شاهد أمطار غزيرة وأيضا رشيد وغلسين متعرضوا لأمطار بكميات غزيرة جدا أما بالنسبة لقاهرة حتى الآن لم نشهد أمطار بطورة كبيرة وده طبعا تبقى لسه نبوات الفصلية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكن احنا طبعا لسه بيفصلنا على طوال الربيع شهرين يعني احنا لسه مستمرين تشهرين المطرة جاية طوارد طبعا نحصل حالات عدم استقرار وطبعا احنا مع حضرتكم بنعلنها أول بعد بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على قل يا جاد ان احنا النهاردة وبكرة وبعده الجو ده في نستمتع بقى باليومين دول بالدفء اللي احنا نجد الحمد لله وهو حلو انه يعني يبقى شتا مرة بارد قوي وشتا تاني يبقى قدفى شوية يبقى فيه توازن كده الحمد لله طيب بعد ما اطمنا على حالة الطاص خلونا كده نروح نمارس شوية رياضة علشان برضو ندفي نفسينا في عز الساعة اللي احنا فيها ونرجع نكمل كلام دلوقتي معدنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقع المصري اليوم ومنه نقرأ السيسي افتتح مشروع الفيروز للاستزراع السماكي بشرق التفريعة ببور سعيد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مشروع الفيروز للاستزراع السماكي بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مشروع الفيروز في شرق بور سعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ليضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها حيث يوفر المشروع عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس افتتح أيضا عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنبارية والفيوم ومن موقعنا موقع صد البلد نتابع البرلمان يواصل الانعقاد باستضافة وزيري الرئي والزرع اليوم يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء ثمانية وزراء في جلسات الأسبوع الجاري بدءا من اليوم الأحد الرابع والعشرين من يناير حتى السابع والعشرين من يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم ويلقي دكتور محمد عبد العاطي وزير الرئي والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وعلى مدار خمسة أيام ماضية انعقد ما يقرب من اثنتين وثلاثين ساعة عمل استخدم مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي واستدعى رئيس الحكومة وثمانية وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها والذي سبق وأن منحت الثقة بموجبه واستطقي من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة كما وافق المجلس نهائيا على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقود ومصاب العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بجانب الموافقة على عدد اثنين اتفاقية دولية وإحالة ست اتفاقيات دولية للجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها كما وافق بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ ومن بوابة الأهرام نقرأ النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب عيد الشرطة يوم بارز في تاريخ الشعب المصري تقدم النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للاحتفال بعيد الشرطة مؤكدا أن تلك الذكرى تمثل يوما بارزا في تاريخ الشعب المصري وقال وكيل مجلس النواب إنها ذكرى لأمانة حملها رجال أوفياء يدركون قيمة الانتماء للوطن ذكرى لبطولات خلدها رجال الشرطة بالتضحية والفداء دفاعا عن مصر وشعبها كما هنأ النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب اللواء محمود توفيق وزيرة الداخلية وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة في عيدهم مؤكدا أن الخامس والعشرين من يناير يوم لنضال رجال الشرطة حماة الوطن مضيفا أتوجه بالتحية لمن يحملون أمانة حماية الجبهة الداخلية لمصر بكل شرف ووطنية لمن يواجهون الإرهاب والتطرف ويضعون أرواحهم فداء لمصر وشعبها لمن يبثون الأمن والطمأنينة في نفوس المصريين وأكد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب أن رجال الشرطة خلال تاريخهم قدموا صفحات خالدة من الكفاح والبطولة والتضحيات في سبيل الوطن وحماية أبنائه فرجال الشرطة يخوضون معارك شرسة ضد قوى الشر ومكافحة الجريمة ويقدمون حياتهم من أجل عزة وكرامة وطننا ووجهت تحية لشهداء الوطن من رجال الشرطة الذين دفعوا حياتهم وأرواحهم ثمنا لحماية تراب وطننا وشعبنا وصطروا بدمائهم الغالية عهدا جديدا مشرقا مؤكدا أننا نستلهم من أسر شهداء الوطن الوفاء والتضحية والعزة والكرامة وأشد وكيل مجلس النواب برسالة رجال الشرطة السامية وأدائهم المتميز في الحفاظ على الأمن وإرساء دعائم الاستقرار والسلام الاجتماعي وتطلعهم الدائم لمستقبل مشرق يحقق حلم المصريين في وطن يسوده الأمن والاستقرار والتقدم فعيد الشرطة ذكرى ملهمة تدعونا جميعا للعمل والكفاح من أجل وطننا تدعونا للتكاتف مع رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على قوى الظلام التي تريد الشر لمصر أيضا من بوابة الأهرام نتابع الأعلى للجامعات اعلانوا جداول امتحانات الترم الأول بداية فبراير وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية مشيرا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعييد المعيدين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمؤهلة للجامعات الأهلية الجديدة من بوابط أخبار اليوم نقرأ الحكومة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة خارج الموازنة العامة قالت وزارة المالية إن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة وبشكل مستقل ومنفصل وأوضحت المالية أن نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها يذكر أنه تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الألكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الإعلان عن إنفاق 90 مليار بنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة للإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ننتقل إلى موقع اليوم السابع ومنه نقرأ التضامن تبحث مع منظمة العمل الدولية تشغيل أبناء المستفيدين من تكافل وكرامة توقع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد وثيقة مشروع تشغيل الشباب في مصر في إطار برنامج فرصة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى بقصار جهدها وتستثمر أقصى ما يمكن من طاقات لديها لتنوع شراكاتها بهدف استكمال منظومة الحماية الاجتماعية ببرامج التدريب والتوظيف والتنمية الاقتصادية مشيرة إلى أن الدعم النقدي الذي تتيحه الوزارة من خلال برنامج تكافل وكرامة ربما يساعد بعض الأسر في التخفيف من حدة الفقر أو في سد الاحتياجات الأساسية ولكن الذي يخرج الأفراد من الفقر هو العمل والاستمرار في الإنتاج والنمو في نفس الطريق من بوابة الهلال اليوم نقرأ الكهرباء مصر أصبحت بمثابة مركز محوري لتبادل الطاقة في المنطقة قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الإعجاز الذي تم في القطاع تفسره نسبة 25% من الفائد الاحتياطي وأضاف في تصريحاته أنه تم إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات منذ 2014 كما يتم التحول من الشبكة النباطية إلى شبكة ذكية وأكد متحدث الكهرباء أن مصر أصبحت بمثابة مركز محوري لتبادل الطاقة في المنطقة بفضل تطوير شبكات الكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي من بوابة الشروق نقرأ كامل الوزير تشغيل القطار السريع تجريبيا أغسطس المقبل ودخوله الخدمة في أكتوبر قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن شركة سيمينز الألمانية تقدمت بأقل سعر بعد المفاوضات لإنشاء خط السكة الحديد بين العين السخنة والعالمين الجديدة والذي بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار فضلا عن خمس عشرة سنة صيانة وتشغيل وأضاف خلال تصريحاته أمس أن الرئيس تفاوض مع الشركة حول إلغاء عمول التأمين المخاطر والتي تبلغ نحو 12.7% من قيمة القرد في حالة إقامة ألف كيلومتر وأفاد بأنه بحلول ديسمبر 2021 سيتم إضافة 36 قطارا جديدا يحملون ما يقرب من مليون راكب يوميا مؤكدا أن القطار السريع سيعمل تجريبيا في أغسطس المقبل ويدخل الخدمة في أكتوبر 2021 وأوضح أن الشركة بادرت بإعطاء مصر خمس قطارات بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار مشيرا إلى عمل خمس عشرة شركة مصرية على إقامة الجسر الترابي والأسوار ضمن المشروع من موقع الوطن نتابع اليوم تسليم 1440 وحدة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة اليوم الأحد تسليم 1440 وحدة سكنية في 60 عمارة تشملها الدفع الثمانية عشر بالمرحلة الأولى بالمشروع السكني دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة وتستمر إجراءات تسليم الوحدات حتى الأحد الثامن عشر من أبريل 2021 وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه تم البدء في تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة التجمع الثالث بالمدينة الأحد الماضي السابع عشر من يناير وبلغ عدد الوحدات 1656 وحدة سكنية مؤكدا أن الجهاز حدت مدة شهر بعد انتهاء الموعيد المحددة لاستلام الوحدات السكنية للفائزين المخالفين كي يستطيعوا استلام وحداتهم وذلك وفقا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة من موقع الجمهورية نقرأ الصحة تسجيل 680 حالة إيجابية جديدة بفايروس كورونا وتسع وأربعين حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 573 متعافيا من فايروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفايروس إلى 126176 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفايروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وفاة 49 حالة جديدة ننتقل إلى الأخبار الرياضية ومن موقع مصراوي نتابع الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام أسوان ويمنح الأهل فرصة للانفراد بالصدارة سقط الزمالك في فخ التعادل أمام أسوان دون أهداف مساء أمس وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدور المصري وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة ليتساوى مع الأهل المقرر أن يواجه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على الجانب الآخر حصد أسوان نقطة غالية ليصل إلى النقطة الثامنة بالمركز الثالث عشر ومن الأخبار الرياضية نتابع أيضا من موقع اليوم السابع فراعنة اليد يواجهون سلوفينيا في ختام الدور الرئيسي بمونديال العالم يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو باروندو جارسيا نظيره سلوفيني اليوم الأحد في ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة العالم مصر 2021 والتي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 من يناير الجاري ويبحث منتخب مصر في هذه المباراة عن الفوز الذي لا بديل له في ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد ست نقاط في ظل الفوز في أول وثاني مباراة بالدور الرئيسي على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وفي حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا في المواجهة التي تجمعهما ضمن مباريات المجموعة اليوم يصعداني معا وإذا تعادل الفراعنة وفازت السويد تصعد مصر ثاني المجموعة ننتقل إلى الشأن العربي والدولي ومن موقع سكاين نيوز نتابع ترحيب أمريكي بالاتفاق الليبي والأمل الكبير في ديسمبر 2021 قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن ليبيا أمام فرصة لإحراز تقدم حقيقي يتوج بانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام وأضاف أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق شهر أكتوبر لوقف إطلاق النار وحث نورلاند الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله وقال أشعر بالارتياح مع بدء مهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رياسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء والتي تنتهي في الثامن والعشرين من يناير الجاري كده بتكون انتهت جولتنا في الصحف هروح لفاصل قصير بعد الفاصل موعدنا مع فقراتنا ولقاءاتنا الحوارية انتظرونا عزيزي المشاهد في فقراتنا دي عايزين نتكلم على مصطلح انت بقيت بتسمعه في الإعلام بشكل كبير بقيت بتقراف الجرائد بقيت حتى لما بتفتح على انت بتسمع مصطلح التحول الرقمي وان في جهود كبيرة بتبسلها الدولة علشان تواكب التطور والتقدم التكنوليشن الحقيقة ان العالم يتقدم مش هقول يوم بعد يوم لحظة بعد لحظة باللحظة الجميل ان الدولة المصرية شغالة على موضوع التحول الرقمي بشكل جيد ليه بنقول كده لاني بنشوف ان في تدشين مدن في مصر بتواكب التحول الرقمي في جهود بتبزل في العديد من الوزارات والهيئات في هذا الإطار انها هتبقى رقمية احنا معانا النهاردة شخصية هنفهم منه حاجات كتيرة جدا معانا الدكتور عبدالوهاب غنيم دكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية دكتور صباح اهلا صباح الفل وصباح البلد الله يخليه كافا دكتور عبدالوهاب في البداية الناس نوضح لها يعني ايه كلمة تحول الرقم ايه التحول الرقمي ده احنا بنقولها كتير صح بس ما حدش عارف ايه التحول الرقمي ده والمجهود عشان ابقى مرقمنة صح اولا كمقدمة للموضوع العالم كله اصبح عالم رقمي والمواطن اصبح مواطن رقمي لما تيجي تمسيك حركة الاحصائيات في العالم بتقول ايه عدد سكان العالم سبعة وثمانية من عشرة مليار شخص بيستخدموا حوالي تسعة مليار موبايل ومنهم مشتركين في الانترنت حوالي خمسة مليار ومشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي حوالي أربعة مليار اذا بقى في وسيلة تواصل ما بين جميع البشر الكترونية رقمية اذا الحكومات استغلت هذه وسائل التواصل ان انا كمان اتواصل مع المواطنين بتوعي ويقديهم خدمتهم رقمية وهو قاعد في بيته دي اول حاجة لما نيجي ندخل على مصرنا الحبيبة بقى مصر فيها حوالي مواطنين في مصر بيستعملوا حوالي سبعة وتسعين مليون موبايل عدد مشتركين الانترنت عندنا حوالي ما يقرب من 52 مليون وعدد مشتركين وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 42 مليون طب ليه الكلام ده كله ما هي وسائل التواصل الاجتماعي مع الانترنت مع الموبايل هي دي الوسيلة ان الحكومة تتواصل مع المواطنين في تقديم خدمتها اذا احنا النهاردة بقى في وسيلة اقدر اتواصل بها مع بعض طب الحكومة عملت ايه بقى مصطلح التحول ود الحكومة بقى عشان نوصل للتحول الرقمي اه طبعا التحول الرقمي اذا ما حاجت سألت السؤال في الاول ايه هو التحول الرقمي احنا الاول كنا بنعدي ناخد خدماتنا لازم نطلع من البيت ونروح للجهة ونطلع مكتب من مكتب وهكذا لا خلاص النهاردة بقى الحكومة بتعمل ايه بتعيد هندسة الاجراءات لكل خدمة بتقدمها للمواطن بحيث تخلي هذه الخدمة رقمية على الكمبيوتر وتقدم لي المواطن بعدة طرق الكترونية بسيطة لاما عن طريق تطبيق موبايل هو ينزله على الموبايل ويقدم الخدمة لاما عن طريق اللابتوب لاما عن طريق كمان مراكز تكنولوجية الحكومة انشأتها او حتى مراكز البريد لما تطورت بتقدم هذه الخدمة ومش بس كده كمان طبعا انا هاخد الخدمة ازاي وهدفع نظير الخدمة عملوا بوابات دفع الكتروني او من خلال بطاقة الاقتمانية البنكية وهنا انا وصلت بقى ايه ان انا قاعد في بيتي باخد الخدمة وادفع نظير الخدمة وكمان طبق اضيط على منابع فساد كتير جدا حققت مبدأ الحوكمة الالكترونية هو العنصر البشر اللي كان بصاء وبقى فيه عدالة وبقى فيه شفافية وفيه مسائلة وفيه مسئولية فيه تقديم الخدمة انت تعرفي حركة السنة اللي فاتت العالم انفق على مشروعات التحول الرقمي تريليون ومية وتمانين مليار دولار العالم العالم ده ميزانية تفوق يعني عشرات الدول الكبرى احنا في مصر الحقيقة لما فخمت الرئيس الفتاح السيسي اطلق مبادرة تحول الرقمي منذ حوالي ثلاث سنين تقريبا دلوقتي الحكومة انفقت انا اعتقد يعني فوق المية مليار جنيه في تحسين البنية التحتية لان اصعب حاجة في التحول الرقمي انت عايزت تنشئي بنية تحتية قوية بنية تحتية الكترونية قوية اللي هي تتبع وزارة الاتصالات اه طبعا انترنت فائق السرعة عريض النطاق طب ليه هذا الكلام لان من غير انترنت قوي احنا قلنا عندنا 97 مليون شخص عندهم موبايل طب لو كلهم دخلوا في وقت واحد والانترنت بطيئة هيحصل ايه؟ الشبكة هتوقع احنا كان عندنا قبل المبادرة سرعة الانترنت في مصر كانت حوالي 5 ميجا بيت برساكت النهاردة حاليا حوالي 33 ميجا بيت برساكت يعني ضعفت اكتر من 6 مرات ونص على نهاية هذا العام هتوصل يمكن حوالي 40 ميجا بيت برساكت طب هو العالم كام يا فندي؟ لا المتوسط العالمي عالي جدا كام يعني اعرف بس 96 96 اه لا احنا لسه بيت شوية ما عليش بسهول حرك حاجة احنا مرينا فترة من 25 يناير 2011 لحد سنة 2014 فترة توقف فيها التطوير احنا طبعا اطلقنا السنة اللي فاتت قمر الصناعة تيبة واحد للاتصالات والانترنت فائق السرعة عشان يغطي المحافظات والمناطق الحدودية عندنا ان كانت محرومة من الانترنت فائق السرعة دي اول نقطة النقطة التانية اللي هي بتستهلك الفلوس اساسا البنية التحتية النقطة التانية احنا كان عندنا في الوزارات مجموعة من قواعد البيانات المتنثرة اللي بتشتغل كجزر منعزلة سابق طب انت النهاردة لازم تربطيهم كلهم وبعض عشان المواطن لو دخل اي جهة حكومية يقدر يتفرع منها الى جميع الجهات طيب معلش عشان بردو نبسط الموضوع ليا وللسادة المشاهدين هل مثلا موضوع الملصق الالكتروني اللي تحت على العربيات داخل في الرقمنا طبعا اكيد يا انا بدي امثلة يا طبعا طبعا بصي حضرتك انت النهاردة زمان لو تفتكري من عدة سنوات بسيطة جدا ما كنت تروحي البنك كنت لازم تكوني حافظة رقم حسابك مظبوط النهاردة كل البنوك في مصر بتتعامل بالرقم القومي احنا عندنا في قواعد البيانات في حاجة اسمها مفتاح لاي شخص مصرين كلهم مشتركين في رقم قومي وكل واحد ليه رقم قومي وحيد فريد من نوعه اللي هو الرقم القومي بتاعه يبقى معلش الرقم القومي خلينا نقول دي كتأول حاجة رقمانة طبعا يعني بداية الرقمانة لانه بداية الرقمانة انه لازم انا اعرف كل واحد فينا بميزة هو بس اللي يمتاز بها عن غيره لما اقول رقم قومي بتاع حضرتك ما ينطبقش على ولا حد من 100 مليون الا الاستاذة راشد مش كده ده نقطة حتى احنا دلوقتي لو تلاحظي في المصطلح الاخير احنا بنعمل كمان رقم قومي للمباني والوحدات السكنية حقيق ليه؟ عشان برضو كل وحدة سكنية يكون لها رقم قومي فريد من نوع بنقول علي يونيك نمبر رقم فريد ما بيتقررش طب ليه هذا الكلام عشان لما اجهت عمل مع هذه الوحدة السكنية او المحل لازم يكون حتى اتعامل مع الشهر العقاري مع الضرائب مع المحاكم مع اي وسيلة بيع وشير يبقى يدرب على الكمبيوتر يبقى يدر يكتب الرقم يطلع له من غير احنا كنا بنوصف ازاي دلوقتي انت عايز تهشقة اللي عن ناصية اللي تحتها محل الفلاني اللي علي مين مش كده ولا لأ لكن دلوقتي لأ خلاص مجرد مكتب الرقم ظهرت لي على الخرايط الرقمية تالمشوعة اللي شغالين فيه طبعا دلوقتي برضو عايزة ادي امثلة علشان تبقى الصورة واضحة بالنسبة لنا هل اللي هي زي ما بنقول ايه بطاقات التموين واحتساب اللقاء كل ده رقمنا بصي حضرتك احنا الحكومة عملت ايه كان زي ما قلت حركة كان عندنا مجموعة من قواعد البيانات بعيدة عن بعض ومش مرتبطة كلها بالرقم القوم يعني اديك مثال كان وزارة الكهرباء لما كانت عاملة قاعدة البيانات كانت حطة فيها ايه اسم المشترك وعنوانه رقم العداد والقراءة الحالية والسابقة والمبلغ مكنوش حطين فيها رقم القومي ليه لان كان هدفه لما عملها من 20-30 سنة انه ياخد قيمة الاستهلاك الكهرباء بس لان نهاردة جميع قواعد البيانات بقى فيها رقم تعريفي للمواطن اللي هو الرقم القومي اح مصر عملته دمجت اكتر من 70 قاعدة بيانات فقاعدة بيانات موحدة اللي هي فيها كل واحد فينا ما يخصه من تعليم وصحة وتموين ومعاملات تفكرت بقى بحمل 200 مليون صحة دي كانت اعتقد لكل المصريين كانت قاعدة بيانات مهمة بيانات بيانات مهمة اذا دلوقتي حرك لو رحت اي جهة حكومية مجرد ما بيتدخلي الرقم القومي بيقدر يعرف عنك كل حاجة ويطلب منك بقى ايه الخدمة اللي انت عايزاه الخطوة اللي جاية هتبقى احسن طبعا احنا حاليا دلوقتي البطاقة الرقم القومي بتاعتنا مش بطاقة زكية بطاقات الزكية بيبقى فيها شريعة بمعنى ايه ان ممكن مستقبلا الحكومة بتعمل فيها الوقت حيبقى ايه اللي ما يحصل انا اروح اي وزارة لو مش عايز لو عايز اروح يعني عنده هو جهاز قارئ صغير كده قد نص كف اليد يحط فيها البطاقة ظهرت له كل بياناتي من غير ما يسألني ده الوضع اللي حيبقى طبعا مستقبلا لكن احنا دلوقتي بنقول ايه احنا وفرنا على ما يقرب من 3 الى 5 مليون مواطن كانوا بينزلوا يوميا للجهات الحكومية والمحليات للحصول على الترخيص والمعاملات المختلفة والمستمدات المختلفة والضرائب دلوقتي والضرائب والسهر العقاري والمحاكم وكله انا النهاردة لما بعمل لهم تطبيقات على الموبايل انه يقدر ياخد الخدمة وهو قاعد في بيته ويدفع كمان نظير الخدمة بالزبط هو قاعد في بيته دكتور عبدالوهاب احنا الكلام اللي قلناه ده شيء جميل وشيء رائع وعصري هل الرقمنا او التحول الرقمي له سلبيات يعني احنا كله بنقوله اجابيات الموضوع ده فل مية مية كده مفوش لا فيه تحديات تحديات مش سلبية بس احاول الحرك بس اولا حيفيد المواطن فيه ان المواطن برضو مش حاسس اوي الموضوع احنا لما كان بينزل عدة ملايين تاخد الخدمات اولا كان بيستهلك فلوس في المواصلات والنقل بيعمل تلوث في البيئة بيحصل حوادث الحكومة بتصرف دعم قوي جدا على المحروقات اللي بتنزل دي كلها طب كل الكلام ده لما انا اوفره للمواطن وللحكومة ومليارات من ساعات العمل ضيعة الناس بتاخد اجازات من شغلها او بتخرج من شغلها باذن او بدون اذن كل الكلام ده لما اوفره للمواطن وللحكومة ده بيضاف لناتج المحل الاجمالي لدولة بشكل عام النقطة الاهم كمان ان المواطن هنا لما بيدفع بي وسيلة رقمية الكترونية يبقى انا دخلت فيه تطبيق منظومة الشمول المالي المصر طب لما بطبق الشمول المالي معالي محافظة البنك المركزي قال من عدة اشهر ان الحكومة في البلد متداول فلوس كاش اكتر من 500 مليار جنيه طب متداول ده معناه ايه ممكن يكون بعضه بيستخدم في غسيل الاموال او تجارة مخدرات او تجارات ممنوعة او تمويل ارهاب وغيره انا لما خلي جميع مدفعاتي للمواطن للخدمات الحكومية او حتى غير الحكومية بطريقة رقمية يبقى قللت الكاش ووصلت الى مجتمع اقل اعتمادا على الكاش يبقى بالتالي قللت الفساد عملت مساواة بين المواطنين في تقديم لان انا باخد خدمة الكترونية هو مش عارف انا عندي وسطة ولا ما عنديش وسطة وكلنا زي بعض قدام دكتور عبدالوهاب ان فيه اقتصاد موازي انت لغاية دلوقتي مش قادر تتحكم فيه ان انت بتخليه مرقما هو فيه قوانين دلوقتي اولا على فكرة حركة تحت الاقتصاد انت تعرف حجم الاقتصاد العالمي 86 و 18 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي منها اللي هو مبني عن رقمنا وصل السنة دي الى 13 تريليون دولار بنسبة متوسط عالمي حوالي 15% احنا في المنطقة العربية لسه قدامنا تحديات حجم الاقتصاد العربي حوالي 2 و 7 من 10 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي العربي 110 مليار دولار بنسبة حوالي 4% متوسط العالمي حوالي 16 او 15 احنا متوسطنا في المنطقة العربية اربع يعني ربع المتوسط العالمي لان عندنا تحديات يتحديات ايه تحديات ايه تحديات لما تمسك بس دولة زي الصين حجم الاقتصاد الصيني 14 و 13 من 10 تريليون دولار حجم الاقتصاد الصيني الرقمي 4 و 3 من 10 تريليون دولار بنسبة 35% اللي بيخلي الاقتصاد الصيني طالع زي الصاروخ لانه معتمد على التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي احنا التحديات اللي بتقابلنا في مصر ومعظم دول العالم تكلفة العالية جدا للتحول الرقمي لان حضرتك النهاردة احنا في مصر مطلوب مننا ايه؟ عندك حوالي 35 ألف مبنى حكومي مختلف مزارات ومحليات لازم تربطيهم بشبكة انترنت فائق السرعة من خلال ألياف الضوائي دي معناها ايه؟ ببساطة هتحفر في الشوارع واتغير الكابلات كلها احنا عملنا هذا الكلام في برسعيد اول تجربة عشان التأمين الصحي الشامي؟ لا مش تأمين صحي لما اتعملت استراتيجية التحول الرقمي اختاروا محافظة برسعيد عشان يطبقوا فيها اتربطت جميع المراكز الحكومية في محافظة برسعيد بكابلات ألياف ضوئية فائقة السرعة دي اول نقطة وقدموا خدمات للمواطن في برسعيد خدمات رقمية حوالي 155 خدمة حاليا بيحصل عليها المواطن في برسعيد مش في المحافظات التانية لما نجحت التجربة برسعيد بتتعمم دلوقتي في خمس محافظات أخرى وهكذا طيب بالتوازي مع مبادرة فخامة الرئيس للتحول الرقمي برضو اطلق مبادرة منصة مصر الرقمية هيبقى عندنا بلاتفورم عندنا منصة رقمية اللي هي المواطنين في مصر كلهم بقى هياخدوا من عليها الخدمات الرقمية دي يعني اطلقت في شهر سبعة العشرين عشرين بحوالي 72 خدمة رقمية متوقع خلال سنتين هيبقى فيها أكتر من 550 خدمة رقمية المواطن على ربوع مصر كلها بيحصل عليه تب ليه بقى احنا منتظرين السنتين دولة لأن في نقلة العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف هذا العام حيبدأ أكبر مركز كمبيوتر حكومي في مصر والشرق الأوسط حيشتغل اللي هو في العاصمة الإدارية الجديدة ولو تفتكر حضرتك فخامة الرئيس أطلق عليه عقل مصر وزاره وظاره وظاره وظارهنا في الجولة داخل عقل مصر ده مبنى ضخم جدا متكلف طبعا مئات المليارات يعني معلش شقف عند العقل مصر اللي حدتك بتقول ده برضو أنا كمشاهد أو كمواطن مش فهمي عقل مصر ده حيضم إيه يعني ناس أدعى كمبيوتر تبع الوزارات لا لا عايزة أفهم ده بيبقى مركز كمبيوتر ضخم جدا في عشرات من الكمبيوترز فيها قواعد البيانات بتاعت البلد كلها بما فيها السجل المدني بما فيها الملفات الاقتصادية والصحية والتعليمية وهذا الكلام كله وفائق السرعة إحنا هنحس بسرعة الإنترنت زيادة لما المركز ده يشتغل بفول كاباستي بالطاقة القصوى اللي هو إمتال؟ لا إحنا أعتقدهم هينقوا في شهر ستة آه شهر ستة دي أول نقطة النقطة التانية إنه حيبقى بياناتنا مؤمنة أصلي بياناتنا دلوقتي متنطورة في أكتر من حد وصحيح تم تجميع قاعدة بيانات مؤحدة في الرقابة الإدارية لكن لما تبقى كلها في مكان واحد مؤمن أولا المبنى تحت عمق الأرض 14 متر مؤمن ضد الزلازل والبراكين والفيضانات ومؤمن بطبقات من السوفتوير والأبليكيشنز لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة ضد أمن وسرية المعلومات لأن أصعب حاجة النهاردة في التحديات اللي بنواجهها أو المشاكل إذا حبك تقولي أمن وسرية المعلومات أنت شفتي شهر اللي فات الحكومة الأمريكية معظمها حصل عليها هاكينج والوزارات كلها في الانتخابات الأمريكية من أربع سنين دخلوا الهاكرز تدخلوا فيه الانتخابات لأن الهاكرز في الانتخابات يا فاند بدي فيه حاجة كتوقعة أوحش اللي هي هذا الطفل اللي دخل على اجتماع وزراء دفاع حلف النيتو ما هو بص حضراتك يعني متخيل أنا محكم دولي في القضايا الزادية في البنوك وغيرها بص حضراتك كقعدة عامة مفيش سرية 100% دي كقعدة عامة اللي يقولي سرية 100% أقوله غلط لكن احنا بنوصل إلى درجات درجة من الأمان عالية عالية طب الدرجات العالية دي أولا أول حاجة لازم أشفر كل بياناتي اللي خارجة واللي دخلة عشان أعتقد أن لو حد لقاتها مش هيفهمها يبقى لازم أعمل انكريبشن للبيانات اللي دخلة واللي خارج ثم كمان أعمل احتياطات فيزيكالي للمبنى واللي داخلين فيه واللي عاملين وكل الحاجات ثم بقى لوزيكالي بطبقات مختلفة من الحماية أنا بعمل ليه طبقات؟ لأن مكلفة أمن وصارية المعلومات مكلف ممكن واحد يقول ما نعمل طبقة واحدة حماية تقولك طب لو اخترقت يبقى دخل بيتك لا أعمل له طبقة وراء طبقة وراء طبقة وراء طبقة سوري يعني في اللفظ زي إسرت كده أي حاجة طبقات وراء بعض أنا بصعب الأمور على المخترق وعلى فكرة المخترقين أصلا دون نوعين فيه نوع هاكرز ونوع كراكرز الهاكرز اللي هم القراصين الهواه طالب زاكي شوية يدخل على الجامعة الكراكرز دي العصابات المنظمة اللي بتدرها منظمات غسيل الأموال والإجرام والمقابرات الدولية يعني تتخالي حرك المنظمات اللي بتدخل على حكومة معينة عايزين يسقطوا الأمن القومي بتاعها دي بتبقى عصابات منظمة وبيبقى فيها بقى آلاف من الناس شغالين على موقع معين بتكنولوجيات عالية جدا طيب دكتور عبدالوهاب حين وقتنا خلص بس هل أقدر أقول أنه عقل مصر الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة عشان كده بيطلق على العاصمة الإدارية الجديدة إنها من المدن الزكية لا لا بتعريف المدن الزكية ملوش علاقة بعقل مصر ملوش زكية المدن الزكية هي مدن حاليا دلوقتي في مصر من الجيل الرابع اللي تدار تماما بوسط كمبيوترز ملاش علاقة بعقل مصر زي إحنا عندنا إيه عندنا العاصمة الإدارية عندنا العصير الإدارية العالمين الجديدة المنصورة الجديدة معظم حوالي 14 مدينة جداد كلهم انت عارف حالك يا أستاذ عزة هتدار تماما في المرور في أمن وصرية المعلومات في جميع الانفراستركشور مياه وصرف الصحي ووري وأمن الناس والمناخ وتدوير النفايات في المدينة هيبقى كل حاجة في المدينة ماشية مفي ترعيس يعني قبل ما تكسر مصورة اللي قاعد على الكمبيوتر حيعرف ان المصورة دي تكسرت أو على واشك تكسرت حقيقة مش هنتظر لما حد يبلغ عشان يشوفها دكتور عبدالوهاب غنيم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل الإضاحات والفهم والشرح اللي وردت هلنا أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية تسمحيلي بس أنا بقول ان احنا الحقيقة اعطاها نشوت كبير جدا ولولا الدعم القوي من فخامة الرئيس عفتاح السيسي ورؤيته بإدخال التكنولوجيا حتى في مجالات الزراعة والزراعة السمكي حقا احنا عاشفين الانتاج دلوقت طبعا طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شهدين الكرام نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل موعدكم مع فقرتنا الرياضية الأسبوعية انتظرونا اهلا بحضراتكو وفقرتنا الرياضية الأسبوعية المتجددة ودايما منحاول نرصد فيها كل اللي بيحصل فيه الساحة الرياضية واكيد يعني الايام اللي احنا فيها دي لا صوتا يعلو فوق صوت بطولة كاس العالم لكرة اليد اللي بتصادفنا بلدنا الحبيبة وأكيد كمان النتائج الجيدة اللي بيقدمها المنتخب الوطني لكرة اليد يعني حاجة تشرف اداء بطولي وعايزين نقف شوية ونفهم المنتخب ده هيوصل بنا لحد فين لانه خلاص طمعنا في البطولة وكيد كمان عايزين نتكلم عن الكرة يعني الدور المصري شغال وفي حالة من يعني كراسي الموسيقية على صدارة الترتيب وكمان اللي بيحصل في قاع الجدول كل دي تفاصيل محتاجين ان احنا نقف عندها ونتكلم عنها باستفادة والنهاردة بنورنا ضفنا الناخد الرياضي لست سعد سدي اللي دايما كده بيمتعنا بقراءه ويعني تحليلاته الجميلة بنورنا استي سعد النهار شكراك وصباح الخير وصباح الخير على حضرتك وعلى كل السيدة مشاهدين صباحك فل طبعا عايزين نتكلم في بداية عن تنظيم البطولة حتى الآن وابرز المنتخبات اللي يمكن لفتت نظرك واحنا بندخلين كده هو على خلاص المرحلة الأخيرة في الدور الرئيسي والصعود المنتخبات المتاهلة للدور ربع النهائي انا شايف البطولة اعتبر نجحنا تنظيما كمان الناس كلها بدأت تتابع البطولة عاملة جو كويس منتخبنا ما شاء الله عاملة مطشات كويسة النهاردة في مطشات قد تكون مؤثرة جدا للاربع فرق في مجموعتنا مصر هتلعب الليلة الساعة سبعة ان شاء الله مع سيلوفينيا صح كده ان شاء الله والسويد مع روسيا الاربع فرق كلهم عندهم حافظ وعندهم اي فريق حيفوز طبعا هيصعد لدور التمانية المطشات زي ما بقولوا مطشات نارية اداء قوي اداء رجولي من كل الفرق الميزة كمان ان الاربع فرق عندهم امل الصعود لدور التمانية وده هيدي سخونة المباريات مش عارفين مين هيصعد لحتى اخر لحظة هتبقى مطشات قوية ونتمنى يا رب الفوز لمنتخب مصر عشان يكمل مشوار نتمنى كمان ان هو يصعد ويصعد اول عشان نبعد عن الدنمارك اللي حامل اللقب عندنا لو بعاون الله نصعد ونصعد اول ممكن نواجه يا قطر يا الارجنتين ان شاء الله نتابع كل جمهور مصري في ظهر وخلف منتخبنا المصري للصعود والوصول لدور التمانية بإذن الله طيب ولو صعدنا دور يعني لو صعدنا ترتيب تاني احنا كده هنقابل احتمالية اني منتخب اللي هنقابله لو صعدنا ترتيب تاني هنمنتظرين بقى مين يصعد قطر او الارجنتين دور تاني اه دور التمانية انا بكلم الترتيب يعني خلينا النهاردة محطة النهاردة ان شاء الله نكسب او على الاقل نتعادل هنصعد ان شاء الله صعدنا اول هنبعد عن الدنمارك وننتظر اللي يصعد من الارجنتين او المنتخب مش كرواتيا؟ كرواتيا مش من ضمن الاحتمال لا 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 احنا في طريقنا يا الدنمارك يا الارجنتين او قطر يعني يا الدنمارك خلاص ضمن اول يبقى حلاعب لو احنا صعدنا اول حنلاعب اللي يفوز من اللي يصعد من الارجنتين او قطر تمام صعدنا تاني حنوع بقى في صدام مع الدنمارك وان شاء الله منتخب مصر قادر بالدعم الجماهيري والعلامي والشحن اللي هنشاهدين ايه لسه المنافسة برضو مشتادة ما بين قطر والارجنتين والارجنتين لسه لم يحسم زي مجموعة لسه لم تحسم وكل الاحتمالات واردة منتخبنا بس نفوز النهاردة مش عايزين نفكر فيما بعد نكسب بس النهاردة ونسعد ودور التمانية دي برضو محطة مهمة لمنتخب مصر منتخب مصر فيه شباب كتير وتدعمات كتير المجموعة دي عاملة مطشات كويسة نسعد بس النهاردة وبعد كده نفكر احنا قبل ما نتكلم فنيا شوي عن منتخبنا الوطني المنتخبات اللي حدك شايف دول كمان يعني عاملين حالة كويسة جدا في البطولة ومرشحين للفوز بالبطولة يعني للافتوا نظرك لانه الناس مش شايفة ان السويد هي السويد بتاعت كل البطولة يمكن الدينمارك هي اللي مسك نفسها شوي الدينمارك طبعا حامل لقب وفريق منظم وفريق امكانيات ولازم نعترف ان برضو كورونا اثرت كتير جدا على كل المنتخبات والاستعدادات مفيش يعني كان قبل اي بطولة زي بطولة عالم كل منتخب بتلاقي لعب عشرين خمسة عشرين مباراة دولية وليل جدا الفرق اللي عارفت تلعب مطشات ودية فده اثر طبعا اثر عشان كده هتلاقي المستويات كلها قريبة من بعض هيبقى بس العامل التوفيه وعامل الاصرار اكتر هو اللي ممكن يكمل وممكن يوصل لابعد مدى السويد طبعا ظهر بالصورة طبعا منتخب مصر عامل مطشات كويسة روسيا الدنمارك قطر عامل مطشات الارجنتين فيه لا فيه ابتر من 8 او 9 منتخبات عاملين وكلهم مرشحين والكورت اليد خلي بال حضرتك ما بتحسامش النتيجة ما بتحسامش الا معناهية للثواني اه يعني احنا شفنا تعادلات كتير يعني برضو فالنتيج صعب نقول مين اللي هيكمل ومين اللي هيوصل للنهاية يمكن ده لحل البطولة شوية وده الميزة اه طبعا ان انت قاعد لاخر لحظة ما انتش عارف فيه تشوك يعني نتمنى بس منتخبنا النهاردة اهم حاجة نتفوز النهاردة ونبقى من التمانية الكبار طب قبل ما نتكلم عن مباراة النهاردة امام سلوفينيا احنا عايزين نقف شوية ونفهم ايه اللي يميز منتخبنا الوطني نكورت اليد عن النسخ اللي قابل كتا هو فيه مزيج من الشباب والكبار احمد الاحمر بمسل الجيل القديم اللي هو صاحب الخبرة اللي بينزل المعلم قائد فعلا المدرب عارف يستغله اول مطشين مرديش يدفع به بشكل اساسي شحنه جهزه صح عندنا شباب والد قدح وجيله فالميزة ان انت عندك كبار وصغار وشباب يعني كل دول بيعملوا مزيج بيعملوا اداء راقي ومميز وممتع وممتع والروح انا شايف كريم هنده وقف على الخط حجان بيوجه الطيار اللي هو الصغير الحارس الصغير زميله الروح دي مع الدعم اللي انا شايفه ده ان شاء الله نحقق نتائج كويسة ان شاء الله في البطولة المنتخب ينقصه ايه علشان يحقق البطولة يعني هو كأداء ونتائج زي الفل ايه اللي يفرق بقى ما بين منتخب ومنتخب علشان نوصل ونشوف المنتخب ده في النهاية هو التوفيق في كل لعبة وفي كل رياضة وفي كل مهنة هي التوفيق مع شوية اجتهاد وشوية تركيز والتوفيق برضو ان شاء الله بإذن الله منتخبنا يكمل ويوصل ان شاء الله انه يبقى موجودين اقول الاربعة الكبار بإذن الله مش تمانية بس طيب احنا اكيد كلامنا لسه مكمل عن منتخبنا الوطني بعد لقاء النهاردة ودايما يعني متابعين الاحداث يوم بيوم خلينا ننتقل ليه الكورة والاحداث الرياضية اللي بتحدث داخل يعني السحرة المستديرة عندنا يعني حالة من الكراسي الموسيقية اسبوع الاهلي متصدر اسبوع تاني الزمالك متصدر وفي حالة يعني تبادل الادوار بنشوفها يمكن الاهلي قدر ان هو يحسم لقاء المقاولون كان لقاء يعني ندي جدا الزمالك مبارح الكلام كله عليه يعني ما داش ان هو يستثمر فرصته امام اسواد ويتعصر وتعادل في الاخر السنة ده نشاف المنافسة قوية الاهلي والزمالك تحديدا ما احترامنا كل الفرق الاخرى الاهلي والزمالك سيظل هم المنافسين الاقوى للقب الدوري السنة دي بالذات الزمالك يتميز ان هم ولاد النادي مسكوا لعبت الكورة يعني عب حليم علي بقيمته وقامته اخلاقه اشرف قاسم ايمن يونس المجموعة دي بتحب النادي وبتحب النادي وبتشتغله باخلاص بيعرفوا يلموا الفرقة رغم بعض المشاكل والخلافات وخلي بالك النادي ممكن فيه لعب يتأخر له فلوس ممكن مستحقات ممكن تجديد عقد ممكن بيعرفوا يحتوي لانهم لعبت كورة والناس فاهمة والناس راسية والناس عالة فبيديروا ملف الكورة باحترافية وبقوة عشان كده ما تلاقيش الزمالك ما عادش ما بيطلعش لعب دلوقتي يتكلم ورغم انه هو ممكن ما يكونش قاد مستحقاته بس فيه وعود وفيه الناس متعاملة معه بالشياكة فشاف الزمالك السنة دي هيبه اقوى وافضل يعني طيب طبعا امبرح المباراة يعني كان فيه حالة جدر رهيب حوالين بعض المشاهد او القرارات التحكمية بنالتي للزمالك ولا مش بنالتي امام عشور كان مفروض يتحسيب له بنالتي ولا لأ حالك شايف انه الزمالك الزلم مبارح ولا ايه وجهة نظره لا مش شايف انه الزمالك الزلم خالص هو الكورة اللي جاد جون واللي حكم اللجأ للفار وطبعا كانت فاول وضع هو ما عجبنيش بس كابتن علي عبدالله طلع بعد الماتش وقال انا حاسس ان الزمالك كان ليه هدف كلمة زي دي برضو بتأثر انت كمدرب منافس انت خلاص الموضوع ده صفحة وتقفت مفروض ما تطلعش اتعقب على المدير الفني انه حتى لو ظلمك انت يعني ما يكنش الا ما يصحش تطلع تقول ان انا الزمالك لا لا انا شايف ان الزمالك لا ما تظلمش وكل اخطاء ورده يعني لو حضرتك تباعتم بس هو يعني هو يعني وجهة نظره هو يعني هل انت مش مع فكرة انه المدير الفني اللي دي خصب انه ما يعقبش لا ما يقولش رأيه لان دي بتعمل مشاكل وبتعمل بتوسع الفجوة كمان بين الجمهور ده وده طيب وساعد الناس بتتكلم عن دور الفار يعني هل دور الفار بيقف طالما الحاكم ما ابداش رأيه او ما اصدرش قرار فيما يخص مثلا واقعت امام عشور كان قريب من الكرة والناس بتسأل هل دور الفار عبارة عن ايه في اللحظات اللي زي دي؟ هو بيتدخل في الحاجة الحاسبة والمصرية يعني في قرار ضرب الجزاية في قرار استحساب هدف او الغاء هدف ده لازم بيتدخل فيه لكن مش هتدخل في رمي قاوت او رمي التماس او قرلة الكرة الحاساسة والمهمة اه القرار اللي هو يعني هاد الزمالك كان ليه بكرة لو مالجهش للفار كان في اول ديئة ونص كان متقدم بهدف لكن الكرة من البداية كان فيها ضربة حرة فاتلغت الحاكم كان خلاص حسب الكرة فاول رجع للفار كلموه فهو بيتدخل في امتى في القرار المصيري والمهم اللي هيغير نتيجة ماطش لازم يقدر بالجزاء الكرة فاول بس طيب عشان برده ننصف الفار او ننصف المنظومة التحكمية في مصر احنا كان عندنا واقع اخرى وهي بيرميدز لما كان بيلعب سموحه ومفروض ان الكورة في كور من الكور عدت خط المرمى ولم تحسب او لم تحتسب لصالح نادي بيرميدز فهي ده وارد عفوا لازم لم تحتسب لنادي سموحه فهي الاخطاء وردة الاخطاء وردة طبعا اي حاجة فيها عامل بشري فيها خطأ وارد ولكن الخطأ المقصود ده المفروض ما يعديش مرور الكرام ولو اثبت ان فيه خطأ مقصود وتم تجاهله لازم يبقى فيه عقابه لازم يبقى فيه استبعاد اي حكم يخطأ ويخطأ مرة اتنين لازم يبقى فيه استبعاد كمان المجموعة اللي بتبقى موجودة اللي هي قاعدة للفارد هي المفروض بتبقى صحية ومركزة وفي الحاجات المهمة بتتدخل في الوقت المناسب اعتقد ان اكتر من وقع كفيلة بان تخلي الاتحاد يعيد النظر فيه دور الفار في الفترة اللي جاية طبعا احنا بنشوف فيه انا بقول لحضرتك ماتش اللي اسموحك كنت بتفرج عليه اسموحه واسوانه والاسماعيلي اربع قرارات للحكم يعني لو فرضنا مفيش فار اربع ضربات جزاء بقرارات رجع للفار يعني برضو ده خلي يعني كنت قاعد مع ماسولين كبار قالك الفار خلى الدماغ الحكم تريع يعني ببقى سرحان في الماتش حاس انه لو فيه خطأ حيلحقه بالفار لازم نركز لازم ان الحكم عنده ثقة في نفسه وما يلجأش انه دايما خلاص انا هستنى لو فيه حاجة مصرية او فيه خطأ طبعا الفار حيلحقني لازم تبقى مركز برضو لازم عندك شخصيتك وعندك قرارك المصيري عشان تدخل الفار كتير ده برضو مش كويس طيب وعامة الاتحاد المصري لكورة القدم يعني احنا بنقبل الانتقادات بس ما مجوش قوي على الحكام فنأمل انه كل المعطيات اللي احنا اتكلمنا فيها دي يفوزها الانتحاد في عين الاعتبار ونشوف ده بيتطبع عملي من حيث جودة القرارات التحكمية ومساعدة الفار خاصة القطر اللي جاء هيبقى المنافسات قوية وشارسة والدوري زي ما حضرتك قولت يعني كراسي موسيقية فالدنيا ربنا يسطر ومحصلش طيب ننتقل سريعا للنادي الاهلي اللي بيستعد اكيد للسفر وال يعني الاداء وتشرفنا ان شاء الله فيه بطولة كاس العالم للهندية بطولة يعني مفيش بعد كده بطولة الاهلي هيتعامل مع البطولة دي ازاي في ظل الالتزامات الافريقية في ظل دوري المصري الممتاز والتزاماته بالدوري كمان وطبعا الاهلي بخبراته ومجلس ادارته بلعيبه بيعرف يفصل بان هو هيلعب في الدوري الممتاز وهيلعب في كاس العالم كاس العالم دي طبعا شرف ما بعده شرف بطولة كبيرة وبطولة مهمة وتتحسب لأي لعب في السفير بتاعه ان هو لعب كاس العالم الاهلي محظوظ ان هو هيلعب قبل ما يسافر كمان عنده قبل ما يسافر قطر عنده وبقى ماتش بيرمز وده ماتش قوة ومهمة حيجهز لعبته مسمانا هيعرف يحط يده زي ما بقوله على القطل القوة والضعف الفريق للتشكيلة الأمثل قبل السفر لقطر ماتش بيعتبر من أفضل الإعدادات للبطولة مهمة وكبيرة زي كاسعال إيه التشكيلة المثالية اللي حدقك شايفها تنفع مع الأجوال العالمية ديت أو تبقى التركيبة اللي تقدر أن أنت تسد بيها نقاط ضعفك وتحاول تظهر بأفضل شكل ممكن في بطولة كبيرة زي كاسعال طبعا الأهل فيه في كل مركز أكتر من لعب يعني أنت لما تبص طبعا باستثناء حراسة المرمى محمد الشناوي كل الخطوط وكل المراكز فيها أكتر من لعب أي حد يسد الغالبا وليد سليمان ممكن ما يلحقش لأنه عنده إصابة مش هيلحق باستثناء كل المجموعة طبعا قادرة وجاهزة وكل واحد فيهم لوحده يسد في مركزه طبعا حاسس أنه هيبقى فيه ظهور لافت للنظر لبعض اللعيبة أنه ممكن دي تبقى فرصتهم أنهما يزيد بارقهم أو يعني يسبت وجودهم مع النادي الأهلي من خلال بطولة كاسعالم الأندية طبعا بقول لحضرتك كاسعالم يعني كاسعالم بطولة كبيرة ومهمة كل اللعيبة ده بيبقى عندهم تركيز أكتر عندهم العالم كله بيبص على بطولة زي دي مهمة ممكن تبقى نقلة الكبيرة لأكتر من اللعب ممكن تبقى بداية لتسويل عيب الأهلي نشوفهم في أكبر الأندية الفترة اللي جاية مع نهاية الموسم ده إن شاء الله هاي عايزين نتكلم بس تاني عن الزمالك بس فيما يخص الصفقات هل النادي محتاج يدعم نفسه من خلال بعض الصفقات في موسم تخل الشتوي؟ هو كان فيه كلام إنه لو مصطفى محمد حيسافر أو كده لكن الموضوع إنه هو سافر لإحدى الفرع الفرنسية تم طبعا تعصر ببعض الخلافات هنا وهناك طالما مصطفى محمد قاعد فهو خلاص وما كانوا حيمنتظرين مصطفى يتباع بمبلغ كبير فوق الخمسة مليون يورو فالمبلغ ده ممكن يجيبه به ثلاث أو أربع لعبين الضقيقة المالية اللي فيها الزمالك هتأثر بعض الشيء إنه هو يفكر هو بس دلوقتي بيحاولوا يسدوا لموضوع المتأخرات والمستحقات اللي باقي للعيبة وتجديد عهود صفقات جديدة الفترة دي أعتقد صعب طب فرجاني يمبارح نزل في آخر دقايق هل ده تلميح كده أو بوادر إنه مش مكمل فرجاني مع الزمالك؟ هو فرجاني واضح إنه راجل محترف راجل مش هيقول عن محطاته المقبلة بس هو الاتجاه الأقوة هو لغاد دلوقتي ما جددش عاده بيفنش مع الزمالك تبقى دي نهاية الموسم ولكن ده كل شيء وارد ممكن بإن اللحظة والتانية يقنعوه يحصل مثلا افتفاع في وجهات النظر ويجدد بس العظم في الجاني مش موجود حتى الآن ما فيش قرار رسمي إنه هو موجود أو لا طيب إحنا انتهت فخرتنا وانتهى الكلام ولكن يظل الكلام مكمل معنا مع البطولة بطولة كاس العالم لكرة اليد ودايما كده يعني بنستمتع بقراءك وتحليلاتك خلال فقراتنا إن شاء الله في الأسابيع القاتمة ومشكرا جزيلا أستاذ سعد صديق نقضنا الرياضي اللي دايما بيمتعنا بقراء وتحليلات وكده تكون انتهت فقرتنا وحلقتنا يا رب دايما يعني نأتي بكل ما هو جديد ونحفوظ على رضاكم وعجبكم لكم مني كل التحية ودومتم في أمان الله